شرع اليوم الطلب الجدد في عملية التسجيل الأولية وتتمثل هذه المرحلة الأولى حسب وزارة التعليم العالي في ملء بطاقة الرغبات عبر الخطة الإلكترونية الآتي www.orientation.esi.z على أن تستمر العملية إلى غاية 29 من الشهر الجارية وأشار نفس المصدر أن المؤسسة الجامعية وفرت قاعات مجهزة لفائدة الطلب الجدد إضافة للأساتذة والإداريين من أجل مرافقة الطلبة مع ربط مجاني للأنترنت بعد ذلك يجب تأكيد التسجيل الأولي عبر الخط من 30 إلى 31 جولي 2021 في هذه المرحلة أيضا من التسجيل يمكن للطالب تغيير بطاقة رغباته السابقة وتوضع نتائج التوجيهات عبر الخط من الفاتح من أوت إلى الثامن من أوت إضافة إلى تنظيم المقابلة الخاصة بالمؤرشحين الموجهين من المدارس العودة للأساتذة وهذا بداية من التاسع إلى الثالث عشر من أوت 2021 وفي حالة الأخفاق في المقابلة يتم التوجيه آليا إلى الاختيار الموالي الوارد في بطاقة الرغبات والذي لا يخضع لمقابلة شفوية ويستوفي المعدل الأدنى للتحق بهذا الاختيار عملية مخصصة للمترشحين الذين لم يحصلوا على أي اختيار من اختياراتها من التاسع إلى الحد عشر من أوت 2021 على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية بتاريخي السادس عشر من أوت 2021 مساء